المترجم للقناة 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 وعشنا ما قبل الحرب وكيف بنا لبناني يكون للجميع بمستوى مرتب حضاري نبناء لأنه الحرب هي صحيحة سيمكن صار لها 16 سنين بالبلد ولا 30 سنين احتلالات وتفجيرات وما بعرشو بس أخرتنا 100 سنين لورا بين العالم بين الحضارة تفجيرات وشخصد شخص يمكن صارتنا كنت مرتب حضاري وتفجيرات وشخصة تفجيرات وشخصد فإنني حرصا على أن لا تكون الحكومة عقبة أمام يراه الآخرون خير البلاد أعلن استقالة الحكومة التي لي شرف رئاستها هيدا الشيء الموجود هون أول مرة بيصير من ثلاثين سنة قدرنا نحن كحركة طلابية وشبابية أنه نسقط حكومة بطريقة سلمية قدرنا نضغط عليهم لا يستقيلوا فهيدا الشيء كتير مميز وكتير حلو وأعتقد نحن هيدا أول هدف من الأهداف طبعنا بعد فيه أهداف كتير عنا أول هدف عنا أنه يظهر الجيش السوري من لبنان ويوقفوا السلطة السورية وأجهزة المخابرات اللبنانية البرو سيريان تدخل بالشؤون السياسية اللبنانية من الأساس منه تسقط الحكومة الأساس هو سقوط النظام السوري القمعي الموجود في لبنان منه الحكومة إذا سقطت أما ما سقطت فأكيد كانت إنجاز كبير وانبسطوا كتير الشباب ولكن ما بدنا ننفس كنا خيفانين أنه استقارة الحكومة تنفس وتخلينا أن ما يقود فيه الحماس الكافي للمعركة الأساسية اللي هي خروج جيش الاحتلال السوري وسقوط النظام الأمني السوري اللي موجود في لبنان يعني عم نبرهن للعالم كله أنه كشعب لبناني هون الأكترية من خلال بتشوفي أكتريت الأحساب هون متمصلة أكتريت الأحساب اللبنانية وغالبية طوايف اللبنانية كلها مجتمع على مبدأ واحد قضية واحدة اللي هي حرية سيادة استقلال والحقيقة أهمية هذا الاعتصام أنه عم بيصير فيه كتير حوارات بين كل الشباب وأهميته كمان أنه فيه كتير تعددية وهذا الشي كنا نفتقده قبل قبل كنا إذا كنا نعمل اعتصامات أو حتى مخيمات أو شيء نكون مثلا طرف أو طرفين سياسيين هلمرة فيه كتير تعددية فيه كتير أطراف فيه حتى مجموعات سياسية أول مرة منحكي معا ومنشوفها هذا الشي كتير مهم يعني لأنه عم نحكي على أشياء غير أكيد عنا فيه قصص هي الحرية والسيادة والاستقلال أكيد عم نحكي عن أشياء تاني كل حزب أو كل حركة شو خصوصيتها شو بدلها بعدين بعد ما ناخد حريتنا واستقلالنا وسيادتنا كل واحد كيف يفكر وشو بده فيه شغل صغير بحب ضيفها أنه هو فرصة كمان لأتمام المصالحة الوطنية بين مختلف طوايف اللبنانية هالمجتمع هون اللي نحنا بنيني لحالنا بما أنه مقلف من كتير طوايف ومن كتير معتقدات وتوجهات عم بيساعدنا كرمال تنقدر حقيقة نعمل حوار كان ممنوع علينا يمكن أو كاننا عم نتحارب إذا جربنا نعمله باعتقد هلأ ارتحنا من هالشغل شوية صغيرة وصدقنا عم نوصل لنتيجة لأنه باعتقد أنه بس نحنا نآمن كلنا بوطن هو لبنان ما باعتقد أي شي تاني رح يكون عاق قدامنا كرمال لأنه الهدف هو ذاته موسيقى 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 يا ثوار انا كلير امه لفردريك جينا انا وبايو بشارة وخايو جون لوك لنتعرف على الشباب العيشين بالمخيم ياللي عطول بخبرنا عنهم فردريك واللي عجبنا اكتر شي هو هالمطرح اللي تحول لما حاج ياللي العالم كله بتجي تتشوف هالشباب ياللي من كل التواقف عيشين مع بعضهم ومن كل الاحزاب بل ملا على النارات والطفاء اليوم باعد الثاني يوم انا نقص قوض واثنتاني يوم انا نقص قوض واناشيك من الثالث يوم اتواجد صوفات واجد اعطول يعطي ليلة النحار مفقظ نعم 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 بزريع هاجطة للحرن موضوع هذا بنوع هذا منسل القرآن وعذا بنسك الثالين بالصلي على الهاجب جمعة جمعة بديني بطير حلو المشهد هون باستوصى على تمثال الحرية فينا نشوف شعارات المكتوبة على الحياة اللي بتجسد قراء كل الأشخاص اللي قطعوا ومحدد تمثال كل واحد جيت فكرة عراسه إجا كتبها بكل عفاوية وجسدت حقيقة هالشعور بحقه بأنه يعيش بأنه يكون نعيش مع أخيه اللبناني يكون عندهم ولاق واحد هو للبنان يكون حقيقة عم بيجسد هالعيش المشترك مش بس يكون العيش المشترك هو رأي أو وجهة نظر إنما حقيقة نطبق هالشي على الأرض وهيدا أكتر شي عم بتجلى بس تجي تشوفي الصليب والهلال حط بعضهم هيدا الشي اللي بعتقد عنجد بيأسر وبيذكرنا إنه نحنا قدريني نعيش مع بعضنا مش متل ما كتير بيتصور لنا إجمالا بغير مطارح إنه نحنا ما نقادريني نعيش مع بعضنا بالعكس أكبر دليل هو إنه نحنا هلأ موجودين هون وكل واحد منا عم بيكتب شعاره وكله بالنهاية بيصب لولاء واحد هو الولاء للبنان موسيقى 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 اشتركوا في القناة والشباب أكيد والطواف تطمح لبلد اللبناني يكون بلد ديمقراطي علماني بيكون فيه المواطنين متسويين بالحقوق والوجبات يكون فيه أكتر تعزيز للسقف الديمقراطية وأكيد لمجتمع أفضل وأكتر إنسانية أنا وقفة بمنطقة اسمها خطوط التماس كانت تعرف خطوط التماس بأيام الحرب الأهلية وبعد ذلك كتير ما كان حدا يسترجع يواجه يوقف هون من هالجهة كانت الغربية اللي معظما كانوا عايشين فيها إسلام ومن هالجهة كانت الشرقية اللي معظما عايشين فيها مسيحية هون كان فيه موتوا ناس على الهوية أو يصير فيه أطلق أو فيه اغتيالات أو حتى ناس تنخطف ومفؤودين يبطلوا موجودين فهيدا الشي كان حلو استرجاعه على الزاكرة ومشان هيكي بحس إنه الواحد لازم يضلوا عم يتذكر حتى ما نرجع عن عيد الماضي أهلاتي أو جدودي ممكن ما شافوا هذا التلاقي اللي صار بسحة الشهداء عخطوط التماس هيدا الشي أنا نحنا شفناه الشباب شافوه خلال الاعتصام اللي صار والمخيم اللي انتفالة الاستقلال لأنه نجمعه جمعة الشرقية والغربية بعتقد ونجمع كل عالم اللبنان كله بين كل طوايفه اجتمعوا بسحة الحرية وكسروا هيدا حاجة الخوف والطائفية اللي كان موجودة في صوت عالي حالية سيادة استخدام حرية سيادة استخدام موسيقى ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر داري داريك عجب الطرس سكن بي بكفية بس بمضي وقتين بجدة بزغرين فبقى اهتم بزغور وقلعب مع جان ولك خير وكات وكريستينا ولك خيلتي موسيقى هم بنزل دايماً على ساحة الشهداء تشارك بالاعتصار في إسلام ومسيحية ودروز وكلونا عايشين مع بعضهم وبناموا تحت بالخيام ماما قلتلي لو ما بيصير جبير رح تسهم أكتر شو عم بيصير بالسحة الحرية خبروني انه تمثيل الشهداء دمر من الحرب اي ما بدي بقى الحرب بالابنان انا شاب لبناني كل شاب لبناني بيحب يكون عنده انتماء سياسي انا بنتمي لمنظمة الشباب التقدمي الاشتراكي اللي هي بتناهض الطريق للحزب التقدمي الاشتراكي اهم شي عنا الحرية الديمقراطية تسقيف الانسان وتوعيته وهي منظمة غير طائفية لانشاء بلد موحد ويكون كل الشعب فيها مرتاح وعيش الديمقراطية كنت بالمخيم الحرية هلأ جايين على المنطقة اللي عيش فيها انا ساكن بصوفر وحد منا تضيع الحمدون الشوف تيتر مجد البانا هو كلها فيها ضيع تجانس بالعيش فيها مسيحية وفيها دروز وفيها اسلام ونحن كنا عيشين قبل الحرب كلنا سوا وصلنا لمرحلة حرب خلفنا مع بعضنا والطار كل واحد يتهجر لمطرح الحرب اللي صارت هون هي كانت بين المسيحية خصوصاً القوات والدروز الحزب التقدم الاشتراكي فهيدي الحرب قدت لعدد من المجازر لقتل كثير من الأرواح وقدت لتهجير المسيحية لضياع غريبة وترك ضياعهم وبيوتهم الأصلية شكراً يا صاحب المطرق مع عشون المطرق المصالح اللي صارت بين الباترياك والرئيس وليد جونبلاط هي صارت عصائد قياديين بس المصالحة الفعلية صارت بين الشباب بالمخيم الحرية نحنا عادنا نتحاور مع بعض أول فترة كنا كتير خايفانين من بعض ما كنا كتير قدرين نعوب مع بعض لأنه كنا ممنعرف بعض فصرنا نتحاور وصرنا نوصل لمناطق لمطارح إنو نحنا مش مختلفين على سبب معين صار في اختلاف خارجي وقدالنا لهالحرب وصرنا إنو نحنا صرنا عم نكفي طريق وحدي نحنا وياهون ونعمل وحدة وطنية وما يكون في مشاكل بيننا وصار في وعي أكتر وتفهمنا بعضنا أكتر يعني التأينا الحزب الاشتراكي والقوات اللبنانية اللي مبارح كنا أعداء يسمونا كنا نفتح حرب على بعضنا التأينا اليوم صرنا أخوي صرنا ناكل مع بعضنا صرنا نشرب مع بعضنا المشروب الماء طبعا الماء تطلبه المؤومات الحياة الطيار العوني التابعة للجنرال العون الأحرار الحزب الشيوعي المنشق عن الحزب الشيوعي الموالي لسوريا اللي ما بحياتهم اتفقوا فيه جامعات مرتبة مثل الـ USG الـ NDU الـ ALBA أنا طالب جامعي بجامعات روح للأدوس الكاسليك بعد ميزيكولوجي مع ديبلوم بالفلوترا برسيار من ترينيتي كولندج لندن معي برفورمر سرتيفيكات هلأ ثانية سنة أنا بالجامعة هلأ بوقت الاعتصام جامعتي أنا أصلا بعد الظهر من الثلاثة للسبعة فالوقت اللي بكون فيه برات الثلاثة والسبعة بكون فيه هون بالاعتصام نم كل ليلة هون برجع بروح على جامعتي كل يوم بدايوين ما بقطيش قطشت على فترة أول فترة بس هلأ أرجعنا مش هتحية تعديه كأنه بيتي صار هون هلأ صرت كأنه عم سرب على بيتي وعم بوع من بيتي وعم بروح على جامعتي الموسيقى بالنسبة لي بتشكل جزء كتير مهم من حياتي خاصة أنه من أنا وصغير كانت الموسيقى بتضل قاعدة حدي وخاصة بعدين بس أنا بلشت أتعلم أعزف على آلة صارت هالآلة وهالموسيقى كلها جزء مني وجزء من بطاقة هويتي بالمجتمع طبعي ومما كانت كانوا يعرفون أنا مين من خلال موسيقتي وقتا نزلت على المخيم الحرية تحت أكيد كان بدأت تكون قيلت معي وبدأت تكون موسيقى جزء من حياة اليومية تحت الشباب اللي كانوا مشاركين بالاعتصان تحت بسحة الحرية كانوا منتمين لعدة أحزاب المجموعة اللي أنا كنت بنتملة إليها كانت مجموعة مستقلة شعارة مقاومون حتى الحرية عالم عالم أسود بسبب الاحتلال كنا حاطين عالم لبنان وحاطينه بس أسفد و أبيض هالمجموعة مقلفة من عدة شباب كانت منتمية قبل الأحزاب تركتها على أساس إنه تقدر هي تقدر تقوم بشي جديد بنشاط طلاب جديد بعيد شوي عن الخلفية اللي كانت فيها موجودة فيها هالأحزاب قبل خاصة إنه من بعض الحرب هالأحزاب كانت كلها إداية ملطخة بالدم لو شو ما كان انتماءة يعني أنا أملي الوحيد هلأ بعتاد من بعض ما عم بقعد هون هلأ و عم ضحب هلأ تقريب ما صار لشهر و شوي هلأ أملي إنه أقدر أنا بعدين بس أعمل عائلي و بس سير عند أولاد أولادي بذات الوقت ما يجو يقضوا و يوقفوا بذات الوقت في اللي أنا وقفها هوني موسيقى 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 محمد حمدان محامي متدرج شاركت بالاعتصام المفتوح مع حركة اليسار الديموقراطي بالنسبة لتجربتي بالاعتصام كانت غنية باعتبار انه كانت فصحة للطلاق مع العديد من الشباب اللي بينطووا لطيارات سياسية ما بحياتي التقيت مع باعتصامات من رغم انه مشارك بكتير اعتصامات وتظاهرات ولكن كانت المرة الاولى بالنسبة لالي كتجربة مع اشخاص ما بحياتي التقيت فيهم يعني الاعتصام ضم العديد من الاطراف الحزبية والغير حزبية ولكن كان فيه نقص بهذا الاعتصام انه القوى اللي تعتبر موالاة اذا صح التعبير غير ممثلة بهذا الاعتصام ولكن هذي الاطراف يعني حاولت تعبر عن رأيه بالشارع وتحديداً بثمانية ازار بسحة رياض السلوح لما دعا الامينة عاملة حزب الله سيد حسن نصر الله للتظاهر لتوجيه رسالة شكر لسوريا توجيه الشكر لسوريا العسد لسوريا حافظ العسد لسوريا بشار العسد بعتقد هذي المظاهرة الثمانية ازار اجيت رد فعل على الاعتصام المفتوح وعلى الاعتصامات اللي كانت عم تصير كله نهار تانين ولا رفضاً للتدخل الامريكي في الشؤون اللبنانية ورفض للقرار 1559 من ابرز ايجابيات مظاهرة 8 ازار رياض السلح انها جيشت لمظاهرة المعارضة اللي صارت بـ 14 ازار اكيد بسحة الشهداء وجمعت كل اطياف المعارضة ووحدتها بشكل كتير حلو وبتعبير يعني هيك بألوان كانت عبارة عن احمر وابيض لكل العالم هيك احمر وابيض وعدد كبير هائل بعتقد يعني من اكبر المظاهرات اللي حصلت بالعالم نسبة لعدد سكان لبنان بالمقارنة اللي اقلوا تحديداً شكراً شكراً للشعب اللبناني شكراً للشعب اللبناني مش مقل لشنوب من بيروت على المقاعد شكراً للشعب اللبناني لتحمل القهر والزل والجسبر شكراً للشعب اللبناني شكراً لكم لتحمل القهر والزل والك شكراً لكم أدوى 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 تجارب الأهلية اللي صارت بيجو ناس أشخاص قتلت ودبحت بيعترفوا أنا قتلت فلان وبطلب الشفقة وبطلب براءة بس لقراحة الضمير بجنوب إفريقيا نفس التجارب صارت محاكمات علنية إجو أشخاص عملوا مجازر اعترفوا وأهالي الضحايا سامحوهم مصالحة وطنية شو اللي كان عم يمنع أنه نعملها ما حدا بيعرف المشكلة الأساسية أنه بعد انتهاء الحرب ما إجت الدولة قعدت العالم وقالت لهم أنه هلأ بدنا نعمل مصالحة وطنية حتى نرضي هالطايفة عطينا زعيمة هالغنائم الحرب حتى نسكت هالطايفة سيرنيها بتوزير فلان حتى كذا كذا هيك انتهت بس مصالحة حقيقية ما كانت تصير يوم نحن موجودين بلبنان بكل لبنان اللي هو النشاط العالم اللبناني اللي هو قطعنا على 18 شقفة عدد المزاهب والطايف الموجودين بلبنان وأسمناه لجروبات كل جروب أخد شقفة برمنا على الرؤسة البلديات وعلى المخاطير لحتى يمدولنا ويبسمولنا بأختامهم إنه نحن ما بقى بدنا الحرب اللبنانية اللي أهلنا عشوها ودفعوا تمانا كتير غالة نحن الجيل الجديد إنه بدنا نطلع من الحرب وإن شاء الله نكون نحن قد علم لبنان اللي أخدناه كرمز وطني للبنان فقط دون أي علم آخر موجود لا حزبة ولا طائفة إنه نحن كلنا لبنانيين وطنيين موجودين هلأ واللي حنكون موجودين بالزيت بـ 13 نيسان بسحة الشهداء 13 نيسان لـ 75 بلشت الحرب اللبنانية ونحن بـ 13 نيسان لـ 2005 بنا نحاول نعمل وحدة وطنية ما بقى بدنا حرب بس نخلص من المناطق والضيع من تنضايد في العلم اللبناني رح ننزل على سحة الشهداء بـ 13 نيسان تخيط العلم بالدهب ونفوته على الخيول ورفقينه بالسيارات ونفرج اللبنانيين والعالم إنه نحن موحدين هاي بداية الوحدة اللبنانية أنا كتير مبسوطة فردريك عم يجي لهون عم بيعيش مع الشباب عم يفهم قضيتهم حتى لو كانت شوي صعبة لعمره هلأ القضية بس المهم إنه رح يكبر بفكرة التعايش بفكرة كيف ممكن نبني وطن كلنا متحدين أنا كمين ع حجة فردريك شارك بعدة مظاهرات واليوم مناسبة كتير خاصة هو 13 نيسان جاينا نقول ونطلب إنه نحنا بدنا السلام وأنا شخصيا ربيت بالحرب ما بد إبني يربع بفكرة الحرب شكراً لاماااااااااااااااااااااااااا ترجمة نانسي قنقر 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 بيصدق نانسي قنقر 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 نانسي قنقر